بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة المدارس الزراعية أهلا بحضراتكو في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة حلقتنا إن شاء الله نهاردة هنتكلم فيها على مراجعة نهائية أو مراجعة خاصة بمادة الزراع المحمية الخاصة بتخصص إنتاج الحاصلات البستانية تخصص إنتاج الحاصلات البستانية ده فرع من ضمن الفروع الأصيلة ومادة الزراع المحمية زي ما احنا تكلمنا فيها في أثناء الحلقات بتاعة الشرح أني عندي مجموعة من النباتات بيتم اكسارها داخل الصوب أو تحت الأنفاء للحصول على إنتاج نباتات بمحصول مرتفعة في أوقات أو بوفر للنبات المعاملات البيئية اللازمة للنمو بتاعه بحيث أنه يديني إنتاجية عالية ويبيت تالي محصول مرتفعة ونباتات البساتين بصفة عامة زي ما احنا وضحنا أن هي ثلاث فروع فرق الفكهة وفرق الخضر وفرق الزينة وإحنا بالفعل اتكلمنا في منهجنا في الزراع المحمية على نباتات الفكهة ونباتات الخضر ونباتات الزينة التي تزرع بنظام الزراع المحمية طالما بنتكلم على امتحان أو مراجعة فأنا بوضح مع بعض مواصفات ورقة الامتحان بتاعي بيكون عبارة عن إيه امتحان الزراع المحمية هو جزء بيكون فيه ثلاث أسئلة كل سؤال فيه ثلاث أجزاء فيه ألف وجزء به وجزء جيم يبقى كل سؤال فيه ثلاث أجزاء ألف وبيه وجيم بيكون مطلوب أن حضرتك تجاوب منه على جزئين فقط من كل سؤال السؤال الأولين تجاوب منه جزئين والسؤال الثاني تجاوب منه جزئين والسؤال الثالث تجاوب منه جزئين ويمكن الجزء ده بيكون محور تساؤل أو لبس بيحصل عند الطلبة أنا حجاوب الثلاث أسئلة بس من كل سؤال حاخد منه جزئيتين اتنين بس من الأجزاء اللي موجودة سواء كانت ألف وبه أو ألف وجيم أو به وجيم بالنسبة لورقة الإجابة عندك حضرتك برضو متسع من الورقة اكتب بياناتك بوضوح اسمك ورقم جنوسك والمدرسة اللي حضرتك تابع ليها ويتأكد من استمارة الإجابة اللي عندك أن هي مطابقة للاستمارة أو نموذج الاستمارة اللي ما يطابق فيه جدوى الامتحان وبيتجاوب على كل جزء من الأجزاء الخاصة بالأسئلة في ورقة مستقلة وبيتنفذ التعليمات الخاصة بالسؤال يعني لو قال لك انقل الجملة وبعدين اكتب صح وغلط يبقى انقل الجملة وبعدين اكتب صح وغلط انقل الجملة وبعدين كملها يبقى انقل الجملة وبعدين كملها ما تكتبش التكملة بس وما تكتبش صح وغلط بس ونبدأ نستعرض مع بعض أول سؤال عندي بيقول لي أنقل العبارات الآتية الموجودة بورقة الإجابة بتاعتك ثم ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ يبقى الجملة حضرتك حتنقلها وبعد كده حنتعامل معها أول جملة عندي بتقول لي إيه؟ بتقول لي أصناف الخيار المنزرعة تحت الصوب لها القدرة على مقاومة الأمراض الفطرية عشان أجواب سؤال زي ده أنا لازم أستحضر في ذهني ما هي مواصفات أصناف خيار الزراعة تحت الصوب وتحت الأنفان أصناف التي تزرع تحت الصوب بتتحمل الجو البارد وكمان احتياجاتها الضوئية منخفضة وبتكون مقاومة للأمراض والأزهار بتاعتي بتكون تحمل أزهار مؤنسة فقط وتعقد بكريا أما الأصناف اللي بتزرع أصناف الخيار التي تزرع تحت الأنفاء بتكون أيضا أصناف عقد بكري وتتحمل ظروف الجو البارد والمحصول بتاعها مرتفع وتتحمل الإصابة بالأمراض يبقى أول جملة عندي هنا لما يقول لي أصناف الخيار المنزرعة تحت الصوب لها القدرة على مقاومة الأمراض الفطرية فعلا لأن جو الصوبة بيؤدي الانتشار لإصابة بالأمراض الارتفاع نسبة الرطوبة نتيجة تكاسف بخار الماء سؤال الثاني بيقول لي من أصناف الفراولة التي تتميز الثمار بصفات جودة عالية صنف تشاندلر هنا أنا لازم أميز ما بين مجموعتين من أصناف الفراولة في أصناف نموها قوي وتتحمل الظروف القاسية والثمار بتاعتها عالية جدا في صفاتها التسويقية عالية والمحصول بتاعها مرتفع وتصلح للزراعة بالشتلات الطازجة والشتلات المبردة وتتحمل التداول من ضمن الأصناف اللي المواصفات بتاعتها دي صنف السلفة وصنف أوسو جراندي وصنف تشاندلر يبقى الثلاث أصناف دول هما يعتبروا أفضل أصناف لزراعة نبات الفراولة اللي هي أصناف نموها قوي وتتحمل الظروف القاسية وتتحمل التداول وفي عندي بعض الأصناف بتتميز بأن الجودة بتاعتها أقل وده من أشهر الأصناف بتاعتها صنف سويت شارلي وصنف كاماروزا يبقى لو رجعنا للسؤول بتاعي من أصناف الفراولة التي تتميز السمار بصفات جودة عالية صنف تشاندلر فعلا الجملة دي جملة صحيحة الجملة اللي بعد الكتاب يقول فيها انخفاض درجة الحرارة عن 32 درجة مئوية نهارا في نبات الفلفل تسبب زيادة نمو الخضري هل المعلومة دي صح ولا غلط بلاقي عندي بالنسبة لنبات الفلفل من ضمن نباتات اللي بتحتاج لموسم نمو دافي ودرجة بتاعتي بتكون من 25 ل30 درجة مئوية تعتبر أفضل درجة لنمو الفلفل وبالتالي تزاود نمو الخضري فعلا أفضل درجة نمو عندي من 25 ل30 يعني إذا درجة الحرارة المناسبة لنمو بتكون تحت 32 درجة مئوية السؤال دي بعد كده بيتكلم فيها على أصناف الفصولية التي تزرع تحت الأنفاء من الأصناف محدودة النمو طالما أنه هو صنف بيزرع تحت الأنفاء الأصناف التي تزرع تحت الأنفاء نبات النفأ بتاعي له ارتفاع محدد فهنا عند النبات بتاعي فعلا لازم يكون نموه محدود ومش كده وبس يجب أنه كمان يكون صنف بيتحمل الإصابة بالأمراض بيتحمل الإصابة بالأفات القرون بتاعتي اللون بتاعها لونها أخضر القرون بتاعتي بتكون رفيعة أو متوسطة السمك بتاعقد فيه ظروف الحرارة المنخفضة بالإضافة للجزء اللي هو كان كاتبه اللي هي الأصناف محدودة النمو يوبا نبات الفصولية فعلا من ضمن الأصناف بتاعة الفصولية التي تزرع تحت الأنفاء هي أصناف محدودة النمو الجزء اللي بعد كده بيتكلم فيه بيقولي أفضل الأراضي لزراعة محصول الطماطم هي الأراضي الخفيفة المتعادلة والخالية من الملوحة هنا حنقف مع بعض حتة صغيرة كده أن نفكر فيها مع بعض الجزء الخاص ده في بعض الأحيان حضرتك بتستهلك ثمرة الطماطم ودي بتظهر جيدا في الطماطم التي تستهلك طزاجة في عمل الصلطة بتحس أن الطماطم فيها طعم مائل إلى نسبة من السكريات ديت لأنها بتزرع في أراضي فيها نسبة ملوحة 2.5% من لموز أو 1600 جزء في المليون يبقى هنا يفضل فعلا إزراعة الطماطم في الأراضي الخفيفة المتعادلة والخالية من الأملاح يعني بيميزها عندي أو بتتميز عندي أن نسبة الأملاح بتاعتي تقريبا حوالي 2.5 ملي موز السؤال الثاني بيقولي أكتب خطوات طريقة تربية الفلفل بطريقة التدعيم بالأوتاد الخشبية في طريقة التدعيم بالأوتاد الخشبية أنا هنا بعمل إيه؟ باجي على الأرض بتاعتي ويبجيب أوتاد خشبية ارتفاحها تقريبا متر ونص وبعمل عليها خيوط بتدق الأوتاد الخشبية على مسافة بين الوتد والآخر من 2 إلى 3 متر وبتدق هذه الأوتاد على جانبي الخط وكمان بيتم شد خيوط الخط الأول ارتفاع 60 واللي بعديه على ارتفاع 90 واللي بعديه على ارتفاع 1 متر و20 سنتي يبقى أول حاجة لما النبات بتاعي بيصل ارتفاعه إلى 30 سنتي بزيل البراعم الخضرية من أباطل أوراق السفلية اللي موجودة على الساق يبقى في طريقة التربية بالتدعيم بالأوتاد الخشبية أول جزء فيه إننا من النبات عندي يوصل لارتفاعه إلى 30 سنتي بيزيل البراعم الخضرية من أباطل أوراق الموجودة في الأوراق السفلية على الساق بعد كده بتدق أوتاد خشبية على جانبي المصطبة زي ما احنا وضحنا على أبعاد من 2 إلى 3 متر من بعضها بارتفاع 150 سنتي بيشد عليها 3 أدوار من الأسلاك أو من الضبارة على ارتفاع 60 و90 و120 فوق سطحة التربة وبعد كده عندما تستطيل الأفرع الجانبية بينتخب من 2 إلى 3 أفرع قوية وتربط بالخيوط وتوجه لأعلى مع ترق باقي الأفرع بدون تقليل تما نيجي نبص مع بعض نشوف صورة بتوضح الكلام ده مع بعض أدي عندي الأرض بتاع الفلفل الموجودة هي اللي بيحصل عندي هنا بعمل إيه بجيب الأوتاد بتاعتي بيتم أوتاد قلنا طولها بيكون 150 سنتي والمسافة بين الوتد والآخر بيكون من 2 إلى 3 متر وبعد كده بيتم شد خيوط أو أسلاك على ارتفاع الخيط الأول على ارتفاع 60 والخيط الثاني على ارتفاع 90 والخيط الثالث على ارتفاع 120 بعد كده بيتم توجيه النباتات ينتخب على كل نبات من 3 إلى 4 أفرع وتربط بهذه الخيوط وتوجه إلى أعلى وده بالنسبة لإجابة السؤال الخاص بطريقة التربية في نبات الفلفل بطريقة التدعيم بالأوتاد السؤال اللي بعد كده بيقول لي أنسب الأصناف الآتية إلى محاصلة ديني هنا صنف الكرميلو صنف هاجين جارديان وصنف مورجان وصنف سالفا وصنف هشام عندي مجموعة الأصناف اللي موجودة دي أصناف من أصناف نباتات الخضر أول صنف من الأصناف اللي عندي صنف كرميلو ده من ضمن أصناف نبات الطماطب تمام صنف هاجين الجارديان ده من ضمن أفضل أنواع الفلفل وصنف مورجان من ضمن أصناف نبات الفصولية صنف السالفا ده من ضمن أصناف الفراولة ممكن يتكلمنا عليه لما جينا اتكلمنا على جودة السمار وصنف هشام من ضمن أصناف الخيار يبقى عندي هنا لما يجي سؤال يقول لي أنسب الأصناف الآتية لما حصلها أنا بعمل جدول بكتب اسم الصنف بكتب رقم 1 2 3 4 5 زي ما أجيبهم وبعد كده بكتب اسم المحصول التابع إليه ويكتب كل النبات أو أنا بعملهم على سطر واحد كل النبات على سطر أو الصنف على سطر هو المحصول على السطر اللي بعد السؤال الثاني بيقول لي أنقل العبارات الآتية بورقة الإجابة ثم ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة فيما يلي هنا بيقول لي من شروط الخلفة الجيدة لنبات الموز أن تكون الساق الكاذبة مخروطية هنا عشان أجاوب على السؤال هنا بنتكلم على نبات الموز قلنا نبات الموز من ضمن نباتات الفكهة اللي بتتميز أن الساق اللي عندي ساق كاذبة وهي عبارة عن أعناق الأوراق الساق اللي موجودة لحنا بنشوفها هي عبارة عن أعناق الأوراق وبيكون الساق الحقيقية هي ساق كرصية موجودة أسفل سطح الطربة وفيها برع مواحد بيستطيل في نهاية موسم النمو عشان يكون الشمراخ الزاهري اللي بيكون عندي صباطة الموز من ضمن شروط خلفة الموز الجيدة أن طول الساق الكاذبة بتاعتي بيكون من 80 إلى 100 سنتي ومن ضمن الشروط بتاعتي أيضا أن القلقاسة بتاعتي تبقى القلقاسة حجمها كبير ومن ضمن الشروط أيضا اللي تكون عندي تكون خالية من الإصابة بالأمراض الفطرية والأمراض الحشرية من ضمن المشاكل اللي موجودة أيضا من ضمن الموصفات بتاعة خلفات الموز الجيدة إزالة الجزور من القلقاسة قبل عملية الزراعة يبقى هنا لما نجي نتكلم على صفات خلفات الموز الجيدة اللي بيتم الاستعانة بيها في الزراعة بقول خالية من الإصابة بالأمراض خالية من الإصابات الحشرية الساق الكاذبة بتاعتي طولها من 80 إلى 100 سنتي الساق بتاعتي تكون ساق مخروطية القلقاسة بتاعتي تكون حجمها مناسب عشان توفر كمية من الغذب يبقى لما نجي نقول السؤال بتاع بيقول إيه بيقول إيه من شروط الخلفة الجيدة لنبات الموز أن تكون الساق الكاذبة مخروطية إذن الجملة دي تجملة صحيحة ولا خطيئة طبقا الكلام اللي قلناه إذن هنا جملة إيه صحيح السؤال اللي بعد كده بيقول إيه لا يصلح صنف الهندي بسنارة للمانجو للزراعة تحت الأغطية البلاستيكية هنا نشوف الأول صنف هندي بسنارة مواصفاته إيه عشان نشوف الإجابة على السؤال بتاعي تكون إزاي صنف هندي عبس النارة من ضمن الأصناف أن الأشجار بتاعتي بتكون أشجار متوسطة الحجم والسمر بتاعتي بتكون حجمها صغير إلى متوسطة ولها قمة تشبه السنارة ولون الثمرة أخطر وفيه عندي نوع من أصناف المانجو أيضا صنف اسم صنف المبروكة الشجرة بتاعتي بتكون شجرة متوسطة الحجم وبتكون الثمرة متوسطة واللحم خالي من الألياف ولون الثمرة بتاعتي بورتقالي طبقا بني بيجي نقول لا يصلح صنف الهندي بسنارة للمانجو للزراعة تحت الأغطية البلاستيكية أنا بقول شجرة ما هيش كبيرة لا إذا هي شجرة متوسطة إذن صنف الهندي بسنارة فعلا يجوز زراعته في تحت الأغطية يبقى لا يصلح صنف الهندي بسنارة لأن الشجرة بتاعتي متوسطة الحجم أنا عايز أصناف حجمها صغير عشان تصلح لتحت الأغطية الأصناف المتوسطة والأصناف الكبيرة لا تصلح للزراعة تحت الأغطية البلاستيكية يبقى لا يصلح صنف الهندي بسنارة لإزراعة تحت الأغطية الجملة دي فعلا جملة صحيحة يعتبر صنف الوليامز من أهم أصناف العنب صنف الوليامز يعتبر من أشهر الأصناف فعلا لنبات العنب لا أفضل صنف أو أشهر أصناف الوليامز دوت يعتبر من ضمن أشهر أصناف نبات الموس يبقى الجملة بتاعته يجيات جملة خاطئة من مميزات التربية الرأسية في العنب سهولة الإجراء فعلا بتتميز التربية الرأسية بسهولة إجراءها يبقى هنا اتكلمت على مجموعة من العبرات كان في جزء منها عبرات صحيحة وجزء منها جزء خاطئ أنا لما بيجي السؤال يقول لي أنقل الإجابة بقى لازم إنقل الإجابة لورقة الإجابة بتاعتك وبعد كده بتكتب الإجابة بتاعتك صحة ولا خطأ وده كان ضمن السؤال الأول الثاني اللي هو كان خاص بأنصر الأسئلة الخاصة بجزء الفكة السؤال الثاني بيقول لي تكلم عن أو بين ما تعرفه عن انضاج الموز صناعيا الإنضاج الصناعي معناها أن الثمرة بتاعت النبات اللي عندي بتكون ثمار صفتها التسويقية غير مرغوبة نظرا لأن المكونات الجزائية اللي موجودة داخل الثمرة ما هيش بتقبل أو تلقى قبول من المستخدم بتاعي أو المستهلك ودي عندي إن لوب الثمرة بالنسبة خاصة في نبات الموز بلا إن المادة اللي جواها عبارة عن مادة نشوية يعني عند نضج ثمار الموز في الحقل المواد اللي موجودة داخل الثمرة بتبقى عبارة عن مواد نشوية vive المادة النشوية طعمها بالنسبة لي مادة طعمها غير مستصاف وكمان عندي لون الثمرة بتاعتي بيكون لون الصابع بتاعتي في الحقل لون بتاعها أخضر احنا هنا محتاجة عمل حاجتين محتاجة عمل عملية تلوين لاصابع الموز او الصباطة بتاع الموز من اللون الاخضر الى اللون الاصفر ومحتاج ان المادة الموجودة او العنصر الغذائي اللي موجود داخل النبات يتحول من مادة نشوية الى مواد سكرية تتميز بالطعم المميز بتاعها يعني بحول الكربوهيدرات الى سكريات عشان عمل الكلام ده بعمله ازاي بعملية الانضاج الصناعي للموز بتتم عملية الانضاج او التسوية زي ما انا وضحت كده ان احنا بنعمل تحويل للمادة النشوية اللي موجودة في الثمار الى سكريات بالتدريج وتتحول القشرة بتاعت الثمرة الى اللون الاصفر ويسهل نزعها عن اللوب ويليم اللوب يبقى هنا دي المعاملات اللي بتتم ان القشرة بتاعتي تتحول من الاخضر الى الاصفر بيسهل نزعها عن اللوب ويليم وعادة يسوى الموز صناعيا في مصر ده الاكتر انتشارا الطريقة الانضاج بالحرارة من خلال مواقد من الفحم بتديني درجة حرارة من 17 الى 18 درجة مئوية بيستمر النبات عندها او بتستمر الصباطات في الدرجة دي متعرضة لهذه الدرجة خلال فترة من 2 الى 6 ايام وفي مكان بعد كده بخرجها في مكان جاي للتهوية عشان تتم عملية التلوي السؤال اللي بعد كده كان خاص بعملية التحليق في نبات العنب قلنا يمكن نبات العنب انا يهمني ان انا احصل على حبة عنب حجمها كبير حبات العنب ذات الحجم الصغير دي من ضمن الصفات التسوقية الغير مرغوبة عشان اعمل عملية التحليق دي بيعملها هدفها ايه يبقى ان انا ما اقول اتكلم على التحليق بيتكلم على الهدف منها بيتكلم على اعملها ازاي بيتكلم على اعملها امتى عملية التحليق بيعملها لزيادة تراكم الكربوهايدرات في اعلى منطقة التحليق عشان اوجه العناصر الغذائية من الورقة توصل الى حبات العنب وتؤدي الاسراع في النظر تب اعملها ازاي بيجيب عندي سكاكين خاصة البعد بين لها سلاحين البعد بينهم وبهم بعض حوالي 3 ملي بيتم عمل حز في القلف بتاع الدابرة اللي بتحمل المحصول وبعد كده بشير القلف بس بشرط ان انا حافظ على الخشب بتاع النبات بعملها امتى عند الازهار لزيادة نسبة العقد وبعد العقد بعملها لزيادة حجم الحبات وبعملها مع بداية التلوين بغرض تحسين عملية التلوين يبقى عملية التحليق هنا ادتني ثلاث حاجات زودتلي لزيادة العقد وزودتلي حجم الحبة بتاعت العنب وعملتلي مع بداية التلوين بتؤدي الى تحسين لون الثمرة يبقى عملية التحليق من ضمن العملية الهامة في العنب عرفنا بعملها ليه؟ عشان بتساعد في تحويل المواد الكربوهادراتية او تركيز المواد الكربوهادراتية في منطقة اعلى منطقة التحليق وبكده بيوجه الغزة كله الى حبة العنب بتديني ميازتها في ايه؟ بتزود نسبة العقد عند مرحلة العقد لو انا عملتها عند بعد العقد بتزود حجم الحباية بعد كده لو عملتها بعد في بداية التلوين بتؤدي الى زيادة نسبة التلوين السؤال اللي بعد كده بيقول لي انسب الاصناف الاتية الى ما حصلها عندي صنف الفليم وصنف دبشة وصنف بويو وصنف هندي بسنور صنف الفليم بيعتبر من ضمن اشهر الاصناف في نبات العنب صنف دبشة ده من ضمن اصناف مشهورة جدا عندنا في نبات من ضمن نباتات الفكهة المحببة ودي بتزرع بصفة في اسماعيلية دي صنف المانجة وبويو من ضمن اصناف نبات الموز وهندي بسنورة ايضا من نبات المانجة طيب هنا السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكمل العبارات الاتية مما بين القوسين ثم انقلها كاملة الى ورقة الاجابة يبا هنا سؤال فيه كلام حيكتب يبدأ نباتات الورد في الازهار عقب التقليم بي نبات الورد بتاعي لما اجي اعمله بيبدأ بيبدأ اظهره امتى بعد ما اعمله عملية التقليم بعد سبعة لعشرة ايام من خمسين لستين يوم بعد عشرين الى تلاتين يوم هنا بلاقي ان نبات الورد بتاعي بيبدأ في الازهار بعد التقليم بخمسين الى ستين يوم هنا لما اجي اجاوب السؤال هعمل ايه هكتب له اجابة السؤال التالت رقم الف ورقم واحد يبدأ نبات الورد في الازهار عقب التقليم بخمسين الى ستين يوم وكتب الجملة كاملة هو مميز الاجابة بتاعتي زي ما انا شايف دلوقتي طيب السؤال اللي بعد كده ارتفاع درجة الحرارة عن عشرين درجة مئوية داخل صوبة القرنفل يؤدي الى لو عندي صوبة مزروعة بنبات القرنفل درجة الحرارة لو ارتفعت عن عشرين هل حتؤدي للتبكير في الازهار ولا التأخير في الازهار ولا حتؤدي الى عدم ازهار النبات تماما لا المعاملة دي لو ارتفعت درجة الحرارة عن عشرين درجة داخل صوبة اللي مزروعة بنبات القرنفل دي حتؤدي عندي الى زيادة التبكير في الازهار وتعتبر من ضمن المعاملات الهمة في انتاج محصول القرنفل طيب تزرع عقل القرنفل في بيئة من الرمل والبتموس بنسبة كام النسبة المناسبة للزراعة بتاعتها تكون قد اي هل النسبة بتكون رمل اتنين وواحد بتموس ولا واحد بتموس وواحد رمل ولا تلاتة رمل وواحد بتموس يفضل لانتاج عقل القرنفل لزراعة المخلوط الطربة بتاعي هو عبارة عن واحد بتموس لواحد رمل الجملة اللي بعد كده تعطي نباتات الجربيرة ازهار قصيرة السيقان الله سؤال مهم جدا انا يهمني هنا ان نباتة الجربيرة بتاعي السيقان بتاعتي تبقى طويلة فانا رأي ان درجة الحرارة بتاعتي تكون مناسبة لانتاج السيقان الطويلة فهنا نباتة الجربيرة امتى ينتج ازهار قصيرة السيقان هل اذا تعرض لانخفاض درجة حرارة ولا ارتفاع درجة حرارة ولا اعتدال درجة حرارة تعطي الازهار الجربيرة ازهار قصيرة السيقان عند انخفاض درجات الحرارة يبقى ده سؤال كان من ضمن اسئلة صح وولط اللي موجودة في الجزء الخاص بنبات الزينة نشوف مع بعض السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه بيقول لي بين طريقة زراعة نباتة الجربيرة بارض الصوبة ورقم اثنين علل تترك ورقة واحدة خماسية عند قطف ازهار الورد في الاصناف قوية النمو هنا سؤال من جزئين يبقى لما اجابة جواب عليها هقول لي اجابة السؤال التالت رقم به واحد وعايز اعرف ازاي ان انا ازرع نباتة الجربيرة بارض الصوبة نباتة الجربيرة عشان يتزرع في ارض الصوبة عندي فيه طرقتين الطريقة الاولى ان انا لما باجي ازرعه بيتم زراعة الجربيرة في ارض الصوبة مباشرة ان انا ازرع فين في الارض مباشرة الطريقة التانية ان انا ازرع الجربيرة في اصاري وحط الاصاري ديه على بنشات يبقى عشان ازرع جربيرة داخل الصوبة عندي كم طريقة طرقتين يقيم ازرعها في الارض مباشرة يقيم ازرع في اصص وحط الاصص ديه على بنشات وبيراعة قبل عملية الزراعة ان القصص بتاعتي والبنشات وبقايا المحصول السابق تكون نظيفة يعني انا يكون القصص بتاعتي نظيفة والبنشات بتاعتي تكون نظيفة وبيتم تطهير او ازالة بقايا المحصول السابق من الطرب بيشوف كده ازاي نجاوب السؤال ده مع بعض بيقولي من طرق زراعة الجبيرة بارض الصوبة طرقتين الزراعة في الارض والزراعة في القصص او بسماء زراعة بنظام البنشات زي ما انا وضحت الوقت وقلت ان انا لو انا حزرع يفضل تنظيف القصص والبنشات ومن بقايا المحصول السابق وايضا يتم تطهرها باحد المطهرات الفطرية القصص والبنشات والنقطات وخراطيم الري قبل الزراعة وده بيساعد في التغلب على عدم انتشار الامراض الفطرية طيب نجي نزرع في ارض الصوبة ازاي حلايا عرض الصوبة بتاعتي بيتم تقسمها لمصاطب طولية عرض المصطبة ايه؟ عرض المصطبة من متر الى 120 سنتي وباجي بين كل مصطبتين بعمل قناة ري عرضها 50 سنتي وعمقها 50 سنتي ليه العمق دوت عشان يسهل عملية الصرف ويسهل ايضا عملية الخدمة يعني العامل هو بتحرك هيتحرك عندي في القناة دي ايه عشان يؤدي عملية الخدمة على نبات الجربير طيب ازرع الشتلات ازاي؟ لو عندي الشتلات بتاعتي نتجة من التأسيم بيتم زراعتها على مسافة 30 سنتي في 30 سنتي اما لو كانت الشتلات بتاعتي نتجة من اكسار بالبزور فحجمها بيكون صغير شوية فانا بعملها على مسافة من 20 الى 30 سنتي او نضرب يبا هي مسافة الزراعة 20 في 20 لو شتلات الناتجة من الاكسار بالتأسيم بتكون حجمها اكبر شوية بزرع على مسافة اوسع 30 في 30 بتزرع قد ايه لو جينا نبص هنا انا قلت عندي مسافة الزراعة يا اما 20 يا اما 30 طيب انا كنت عامل المصطبة بتاعتي عرضها قد ايه؟ عرض المصطبة بتاعتي كان متر ل120 سنتي طيب المصطبة بيكون عليها كم خط ري كل مصطبة بيكون عليها خطين ري وبالتالي بيتم زراعة الجربيرة على جانبي خط الري يبقى كل خرطوم ري حيبقى عليها كم صف حيبقى عليها صفين وخط التاني عليها صفين يبقى حيبقى عند الزراعة في اربع صفوف بين كل صفين خط من خطوط الري طيب في حالة الزراعة عن نظام البنشات هعمل ايه؟ بجيب قصص سعة القصص بتاعي بتكون 3.5 ل 4.5 لتر وعمقها من 18 الى 20 سنتي بسوي سطح التربة جيدا حط شرايح معدنية زاتة مجاري ومجوافة أسفل القصص لتجميع الماء الزاد وبعد كده بركب البنشات بتاعتي بعد كده برص القصص بتاعتي على مسافة ايه؟ المسافة بين القصص والتاني بتبقى 20 سنتي وبحطها بين صفوف كل صفة والتاني بيكون بينهم حوالي من 75 الى 80 سنتي وتترك مسافة 75 سنتي لـ 80 سنتي مشايات بين النباتات يبقى هنا في حالة الزراعة على بنشات أرض الصوبة بتاعتي أنا بسويها كويس بجيب القصص بتاعتي بتكون قصص ساعتها من 3.5 لـ 4.5 لتر والارتفاع بتاعها بيكون من 18 لـ 20 سنتي بسوي سطح الأرض بتاعي الأرض بتاع الصوبة جيدا بركب عليها شرايح معدنية بها مجاري عشان أستهل أستخدم بيها أو أجمع بيها المية الزايدة عن حاجة القصص عشان ما تدقديش لانتشار الأمراض يبقى أنا عندي البنشات بتاعتي بحط تحت منها مجاري تجمع بيها كمية المية وبيتم بعد كده بعد ما بركب البنشات بيتم توزيع القصص على مسافات بين القصص والتاني مسافة 20 سنتي وبحط القصص في صفوف بين الصف والتاني من 75 إلى 80 سنتي وبيكون بسيب عندي أيضا مسافة بين الصفوف وبعضها من 75 إلى 80 سنتي لإجراء عمليات الخدمة السؤال الثاني كان بيقول ليه بتترك وراء خمسية الورايقات عند قطف أزهار الورد في الأصناف قوية النمو لما أجي أقطف الوردة في الأصناف قوية النمو الورقة دي بتساعد على تشجيع نموات جديدة وأزهار طويلة السيقان ذات قيمة تجارية عالية يبقى تترك ورقة واحدة خمسية الورايقات عند قطف أزهار الورد أنا بأقطف الوردة بشيل السق بتاعت بسيب ورقة الورقة دي تساعد على تشجيع نموات جديدة وأزهار طويلة وسيقان ذات قيمة تجارية عالية السؤال اللي بعد كده بيقول لي من خلال دراستك ليه نبات القرنفل تحت الصوبة تكلم عن طرق التكاثر وتكلم عن عمق الزراعة وتكلم عن أهم ما يراعى عند قطف أزهار القرنفل أول حاجة نبات القرنفل لما بيجي يتكاثر نبات القرنفل عندي بيتكاثر بطرقتين إما أن هو يتكاثر بالبزرة ودي تفضل استخدامها في أصناف القرنفل المفرد وبيستخدم عندي أيضا العقل الطرفية يبقى القرنفل بصفة عامة بيتم يكساره بكم طريقة بطرقتين لو عندي أصناف قرنفل مفرد دي بيفضل استخدامها أو اكسارها عن طريق البزور أما الطريقة المفضلة والمحببة واللي أنا بحفزها للإنتاج ودي في أصناف القرنفل المجوز لأن أنا عندي بأخذ نباتات مطابقة لنبات الأم من خلال صفات جودة البتلات ولونها وحجمها والتوزيع اللون بتاعها بيفضل اكسارها عن طريق التكاثر بالعقل الطرفية طيب أزرع العمق قد إيه؟ عمق الزراعة من الأفضل زراعة النباتات بحيث يظهر جزء صغير من الجزور وإذا مالت النباتات يمكن تعدلها يبقى لما أجي أزرع نبات القرنفل باجي أسيب جزء من الجزء فوق سطحه الطربة وبعد كده بيتم تعديله بعد عدة أيام ويبقى يضيف عندي أحد المبيدات الفطرية لمقاومة الأعفال يبقى عشان أزرع أو أتكلم على عمق زراعة القرنفل من الأفضل زراعة نباتات القرنفل بحيث يظهر جزء من الجزور فوق سطح الطربة نشوف الجزء اللي بعد كده أهم ما يراع عند قطف أزهار نبات القرنفل نبات القرنفل الزهرة بتاعتي من ضمن الأزهار الحساسة لارتفاع درجة الحرارة فيفضل القطف في الصباح الباكر القطف باليد وفي مكان عقدة وليس وسط سلميتين يعني بيتم باستخدام اليد مباشرة وباجي عند وقت بيكم قطع الزهرة توضع الأزهار في جرادل بها ماء بارد للمحافظة على نظارة البتلات تدرج الأزهار حسب الطول أو الوزن واللون وقطر الزهرة بيتم تربطها في حزم كل حزم عبارة عن 25 زهرة بروباطين رباط منهم بيكون أسفل الرؤوس الزهرية مباشرة والتاني أسفل السيقون يبقى أهم ما يراعى عند قطف أزهار القرنفل لو عندك بتطف زهرة القرنفل بيتم القطف في الصباح الباكر لأنها لا تفضل تعرضها لدرجة الحرارة العالية بيقطف باليد وبين سلميتين بيكون عند عقدة وليس بين سلميتين بتوضع في الزهار بعد قطفها في جرادل بها ماء بارد بتدرج حسب الطول والوزن واللون الزهرة والقطر بعد كده بيتم رباطها رباطين رباط بتجمع في حزم كل حزمة 25 زهرة بيتم تربطها إلى رباطين رباط أسفل الرؤوس الزهرية مباشرة والرباط الثاني أسفل الساقون نشوف النموذج الثاني اللي معنا فيه سؤال بيقول أذكر أهم المميزات التي تراعى في أصناف هجن الفلفل الموجودة أسفل الصوب أو تزرع تحت الصوب والأنفاء بصفة عامة أي نبات بيزرع تحت الأنفاء بيفضل عندي أن الصنف بتاعي يكون نموه هل هو نموه قوي ولا نموه متوسط لا يفضل عندي النموه بتاعي يكون نموه متوسط النبات الأصناف بتاعت تكون أصناف قوية النمو ولا محدودة النمو قول النمو بتاعهم متوسط الأصناف بتاعتي تكون مقاومة للإصابة بالأمراض والأفات العقد بتاعي بيكون تحت درجة إضاءة منخفضة وتحت درجة حرارة منخفضة موسم النمو بتاعي يكون موسم نموه طويل النمو بتاعي الأصناف بتاعتي تكون نموها الخضري قوي يبقى من ضمن أهم المميزات التي توافر في الهجن الفلفل ذات نموه خضري قوي وموسم النموه طويل ولها القدرة على العقد تحت ظروف الإضاءة والحرارة المنخفضة ويفضل الأصناف متوسطة النمو في فرق هنا ما بين حاجتين لازم نوطحهم كلمة نبات زو نموه خضري قوي يعني الأوراق بتاعتي متوزعة للنبات بشكل جيد التفريع بتاع النبات تفريع جيد عشان يديني كمية كسافة كبيرة من المحصول أما بالنسبة للارتفاع النبات نفسه يكون ارتفاع متوصل السؤال اللي بعد كده بيقول لي يضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة ثم نقلها إلى كراسة إجابتك تزرع الفراولة بالشتلات التي تقلع من المشتل مباشرة في نصف سبتمبر وخلال شهر أكتوبر هل الكلام ده مزموط ولا لا فعلا الشتلات احنا قلنا الفراولة عندي بتزرع بطرقتين يأما تزرع بالشتلات المبردة يأما تزرع به الشتلات النتجة من المشتل مباشرة وبيتم زراعة الشتلات النتجة من المشتل مباشرة خلال شهر سبتمبر وخلال شهر أكتوبر إذن هذه الجملة جملة صحيحة أصناف الخيار المنزلعة تحت الصوب لها القدرة على مقاومة الأمراض الفطرية زي ما احنا وضحنا ولسه إلينا شوية إن أي صنف بيزرع تحت الصوبة نتيجة معدلات النتح وتكاسف بخار الماء على السطح الداخلي للنفق والصوبة بيتكسب بخار الماء وبيسقط على النبات فبيؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة ونسبة الرطوبة تؤدي لانتشار الإصابة بالأمراض والأفات يبقى أي صنف بيتم زراعته تحت الصوب بأي نوعية نباتات أوتوماتيك لازم الصنف بتاعي يكون مقاوم للإصابة بالأمراض الفطرية يبقى هنا لما يقول لي أصناف الخيار المنزلعة تحت الصوب لها المقدرة على المقاومة للأمراض الفطرية فعلا الجملة دي تجملة من جمل الصحيح السؤال اللي بعد كده هاجين رزان من أصناف الفراولة التي تصلح لزراعة تحت الأنفاء الإجابة خاطئة الطربة الصفراء المتوسطة القوام من أفضل أنواع الأراضي لزراعة نباتة الفصولية نباتة الفصولية من ضمن نباتات العائلة البقلية ونباتات العائلة البقلية بتتميز أن هي بيت لها المقدرة على تثبيت الأزوت الجوي من خلال بكتيريا العقد الجزرية ولذلك يفضل زراعتها في الأراضي الصفراء يبقى كل نباتات العائلة البقلية بلا استثناء وعلى رأسهم نباتة الفصولية يفضل زراعتها في التربة الصفراء المتوسطة القوام يبقى هنا لما يجي السؤال يقول لي صح ولا غلط أنا أراكز في الجملة جدا أراها كويس وأفهم المخزم إنها إيه عشان أعرف أجاوب عليها الإجابة السليمة السؤال اللي بعد كده سؤال مهم جدا بيقول لي إيه بيقول لي عندما يبدأ جمع محصول الطماطم تزال الأوراق الصفلية الموجودة أسفل العنقود الذي تم جمعه ما فائدة سالك الله سؤال مهم جدا أنا عندي هنا زارع نبات طماطم تحت صوبة وعملت له عملية التربية وعندي مرحلة معينة سبت النبات يعمل العنقود السمري بتاع نبات الطماطم طب عندي الورق اللي موجود تحت أنا عندي العنقود بتاعها أنا شلته ففي الأوراق اللي بتاعتي بيقول لي يفضل إزالتها ليه الأوراق اللي تحت دي بعد شوية عمرها خلاص انتهى فأصبحت الجدوة بتاعتها هتبقى غير جيدة هتبقى يتطور بالنسبة لي مصدر للإصابة بالأمراض أنا عايز النبات يتجه للنمو الأعلى عايز أوجه الناصر الغذائية للعنقود اللي بعد كده يبقى أنا يفضل إزالة الأوراق اللي موجودة تحت هتبقى عرض الأوراق دي بعد شوية هتبقى عرض للإصابة بالأمراض والأفاة ونقلها للنبات الحاجة التانية لما بزيل هذه الأوراق بداود سرعة أو تحرك الهوى فبعمل على تحسين عملية التهوية وبالتالي تؤدي لتأثير لما وجه العناصر الغذائية للعنقود اللي موجود أعلى منها بشوية فتؤدي لزيارة التبكير في الإنتاج يبقى هنا ليه أنا بشيلها؟ بقول تحسين عملية التهوية والوراق نفسها أصبحت مصدر لانتشار لإصابة بالأمراض فلما بشيلها بحد من انتشار لإصابة بالأمراض بعد كده التبكير في حصاد السمار لانتجاه الجزاء إلى هذه السمار بدلا من الأوراق يبقى بعد جمع العنقود الثمري في نبات الطماطم بيتم إزالة الأوراق اللي موجودة أسفل منه السؤال اللي بعد كده السؤال بيقول لي أكمل العبارات الآتية مما بين الأقواس جمل الآتية يبقى هنا مديني مجموعة خيارات وعايزنا أكمل بيها الجمل اللي تحت بيقول لي أول جملة حاجة كاتب الصفراء الخفيفة وكاتب الأنسجة وكاتب العقلة والبزور والزلاطية والتركيب القلفي ومديني أربع جمل يبقى هنا مديني دي خيار اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ومديني أربع جمل يبقى أنا هاخد منهم أربع حاجات في النوعية دي يتم الأسلة يمكن بيتبقى جاية شوية تساعدني على تحصيل درجات هنا عادة ما يتم الإكثار في العنب العنب بصفة عامة بيتكاثر تكاثر خضري عن طريق العقل السقي يبقى هنا لما يجي أتكلم على أول جملة إيه اللي نسب هنا يبقى يتكم الإكثار في العنب باستخدام العقل طيب بالنسبة لنبات الموز نبات الموز بيتكاثر عن طريق الخلفات ولكن نظرا لنبات الموز ونبات الفراولة في الفترة الأخيرة بدأنا نتجه لنوعية من عمليات الإكثار وأيضا في نبات نخير البلح عشان برضوك الكلام دي يبقى على أرض الواقع يبقى عندي الموز وعندي الفراولة وعندي نخير البلح التلات نباتات دول أصبح حاليا يتم إكثارهم بتكنولوجيا زراعة الأنسجة ودي طريقة من طرق التكاثر بتديني كمية كبيرة من الشتلات الشتلات بتاعتي صفات الجودة بتاعتها عالية صفات بتاعتي مطابقة للنبات الأم أنا باخد كمية جزء صغير جدا من النبات بتم زراعته وبيتم الإنتاج كمية كبيرة جدا من الشتلات يعني لو أنا عندي نبات نادر وفي صفات معينة محببة يفضل الإكثار بتاعي بزراعة الأنسجة يبقى أفضل يفضل عند إكثار الموز الإكثار باستخدام زراعة الأنسجة أفضل أنواع الأراضي لزراعة نبات المنجة نبات المنجة من ضمن النباتات زي ما قلنا لا يتحمل ارتفاع درجة كسافة نمو طربة للإصابة بالددان السعبانية يبقى هنا يفضل زراعته في الأراضي الصفراء الخفيفة السؤال اللي بعد كده عند تغيير صنف رضي بصنف آخر جيد في المنجة يمكن إجراءه إيه اللي أنا ممكن أعمله عشان أعمل استبدال لصنف بصنف إيه اللي بيحصل عندي في نبات المنجة لو عندي مزرعة منجة وعندي صنف بتاعي شجرة منجة موجودة في الحقل بتاعي لو أنا عايز أجدد الصنف واحتفظ بالنبات بتاعي عشان ما أخسرش عمر إنتاج أو عمر إنتاج الشجرة بعمل إيه باجي على الشجرة بتاعتي عند ارتفاع من سطح الطربة وبروه جاي شاي للمجموعة الخضرية بالكامل وبسيب الجزء بتاعي الشجرة بس وبعد كده بعمل إيه بعمل طريقة من طرق التطعيم اسمها تطعيم القلفي أو التركيب القلفي بجيب إقلام من نبات منجة صفاته مرغوبة بالنسبة لي ويبقى استخدم التطعيم القلفي سواء كان قلفي جانبي بيستخدام الأقلام يبقى هنا التركيب القلفي يبقى هنا استخدمت العقلة وخدت الأنسجة وخدت الصفراء الخفيفة وخدت التركيب القلفي واستبعدت عملية البزور واستبعدت كلمة الزلطية السؤال اللي بعد كده بيقول لي أنقل العبارات الآتية إلى كراست الإجابة ثم ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يلي أول جملة بيقول لي من فواد التقليم في شجرات شجيرات العنب التوزيع الجيد للثمار على الشجيرات نبص هنا الجزئية دي أنا عندي نبات العنب لما بنيجي نعمله بنعمل عندي تقليم صيفي وعندي فيه تقليم شتوي وعملية التربية فيها بيتم عن طريق التقليم الشتوي زي ما احنا قلنا أنني عندي طريقة التربية الكأسية أو طريقة التربية الكردونية أو طريقة التربية على أسلاك دي بيتم استخدامها أو بيتم عملها في فصل الشتاء طب أعملها إزاي؟ هنا عملية التقليم أنا بعملها عشان أوزع النمو الخضري وبالتالي عليه بعمل عملية توزيع إلى الثمار يبقى الجملة ديت فعلا جملة صحيحة السؤال الثاني بيقول لي تتكون الثمار في الموز من الأزهار المذكرة أما الأزهار المؤنسة فغالبا ما تسقط هنا لما جينا تكلمنا على نبات الموز قلت أني عندي صباطة الموز أو نقود الزهر في الموز بيحمل ثلاث أنواع من الأزهار أزهار مذكرة الأول أزهار خنسة وأزهار مؤنسة وأزهار مذكرة الأزهار المذكرة هي اللي بتسقط وليس لها قيمة أما الأزهار المؤنسة هي الأزهار التي تنتج المحصول الأزهار الخنسة ملاش قيمة يبهنة جملة دي تحت الأغطية البلاستيكية فعلا لأن النبات الألناس من ضمن النباتات المتوسطة النمو هنا سؤال مهم جدا بيقول لي اختار من عمود لعمود ونشوف السؤال بيقول لي إيه هنا عملية التحليق والتطويش والعنب والإنداج الصناعي والموز والمانجو واعتبر صنف الهند بصنارة من ضمن أفضل أصناف المانجو هنا لما يجي سؤال زي كده بيفضل أنه نكتب الجملة وأكتب جنبها الإجابة بتاعتها كاملة تغير لون الثمار من الأخضر الداكن للأخضر الفاتح من علامات النطج فيه نبات اللي عندي من ضمن علامات النطج فيه محصول الموز يعرف إزالة جزء من القلف بعرض ربع جوصة على هيئة دائرة على قصيبات العنب بعملية تسمى عملية التحليق اللي قلنا هدفها بتساعد على جولة التلوين بتساعد على زيارة حجم الحبات بتساعد على جولة الثمار بتاع العنب طرف عملية تحول المواد النشوية فيه الثمار إلى عملية الينطاج الصناعي يبقى احنا كده عرفنا مع بعض بعض الأسئلة وزاي نتعامل معاها في منهج الزراعة المحمية وقلنا بعض طريقة الإجابة على السؤال ازاي تحلها في الامتحان وتكلمنا على بعض الأسئلة احنا ان شاء الله ممكن نكون لسه معانا وقت ويبقى فيه لنا فرصة ان احنا برضو نتابع مع بعض حلقة او اكتر لحلقات المراجعة واذا ما كانش موجود احنا منتظرين استفساراتكم على قناتنا على يوتيوب او قناتنا على التليجرام واحنا موجودين معاكم على مدار الساعة في انتظار استفساراتكم ونتمنى لكم كل التوفيق من اجل حياة سعيدة وربنا يوفاكم ان شاء الله وإلى اللقاء في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم